احتجاجات ورغم قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى القضاء ولكن المجلس أصدر بلاغ رسمي يعبر فيه على رفضه للحل وقرار الحل ويقول أنه خاصة ما فماش حتى ألية دستورية وقانونية توجيز هذا القرار لرئيس الجمهورية قيس سعيد يقول أنه متمسك برفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تقويض واضح للدستور والمعاهدات الدولية المصادقة عليها المجلس في البيان يعني يرفض قرارات قيس سعيد ويرفض اتهامات المجلس بالتقصير ويدعو إلى الكف على مغالطة الرأي العام على حد تعبيره طبعا المجلس أيضا يأكد في خطوة مفاجأة هو أنه بيش يواصل القيام بما هامه وكأن شيئا لم يكن ويدعا القضاءات لأنهم يتمسكوا بالمجلس متاحهم ويواصلوا يعني العمل المتاحهم بصفة عادية يعني نذكروا مع بعضنا أنه قيس سعيد كان نحل منح والامتيازات للمجلس الأهلاء لأعضاء المجلس الأهلاء القضاء ولكن وقتها كده اللي هما بيش يواصلوا العمل حتى مع تنحية هذه الامتيازات عبدالتي في المكي كان عنده موقف من المظاهرات اللي كانت مظاهرة تاريخية في تونس العاصمة ويقول مظاهرة ميكروسكوبية لضرب المجلس الأعلى للقضاء عيب والله عيب هذا في إشارة إلى أنه العدد قليل متاع المظاهرة يحب يقول اللي خرجت في تونس العاصمة القيادة في حركة النهضة زيدا محمد القوماني وخليني يقول أنه لاحظنا استنفار في قيادات حركة النهضة برشة تصريحات برشة تعليقات طبعا دي ما نقول في انتظار البيان الرسمي لحركة النهضة وإنا متأكدة أنه بيش يصدر بيان رسمي لحركة النهضة ومتأكدة اللي بيشكون فما ردة فعل ذا دا لرئيس الحركة رجل الغنوشي على خلفية هذا القرار عليش؟ لأنه القرار هذا مهم يسر اعتبروه بعض المحلين السياسيين عفوا أنه ثاني أهم قرار بعد قرار حل البرلمان أو تجميد عمل البرلمان للأهمية متاع القرار اللي خذيه رئيس الجمهورية قيس سعيد محمد القوماني القيادي في حركة النهضة يقول صواريخ قيسية على منصتها نسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول فلنتدارك قبل فوات الأوان وطبعا يقول أنه ماذا بقي لأنصار الانقلاب مهما كانت التعبيرات ليواروا سوقاتهم بعد الخطاب القيس الأخير في ساعة متأخرة من مساء السابت خمسة فيذري في إهانة وزارة الداخلية بإلغاء فوري لبلغها وزارة الداخلية اللي كان أصدر بلغ بأنه ممنوع التظاهرات والإحتجاجات قيس سعيد في قلب وزارة الداخلية كانت توجه بالكلم إلى الوزير وقالوا من حق التونسيين أنهم يظهروا ويطالبوا بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد طبعا يعتبر الجومين يزيد أنه تم تشليك بين ظفرين اللجنة العلمية بالتشجيع على التظاهر وأعلان إنهاء المجلس الأعلى للقضاء وتهديد القضاء من مقر وزارة الداخلية يقول الناس اللي قادة تبرر لرئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه فيما اختلافات في أنه فيما تحديد للمسؤوليات يقول فما يعني مازال فما حل ومازال فما كما يقول هو حلول التصدي لما يعتبره الجوميني انقلاب يوشك بعد أكثر من ستة أشهر على استكمال مقاومات حكم فردي مطلق نلقاه عبدالتيف العلوي القيادية سابق في اتلاف الكرامة يقول اكتشفنا وإننا كنا نحارب لمؤسسات من القش كل المؤسسات من وجهة نظره هو سهل حلها البرلمان المجلس الأعلى للقضاء ممكن يسر غدوة يعني تم الأعلان عن حل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات ممكن خليني يقول ولكن فما الصد قوي وإلى حد الآن حركة النهضة قادة تدرس في موقفها كيفيش بيش يكون بالضبط يجي هذي كل في ظلم تغيرات إقليمية ودولية شفتوا التصريحات الأمريكية في الساعة القليلة الماضية في اليومية اللي فاتت برشة تصريحات وبرشة مقالات في الصحف الأمريكية كيف نحكيه على صحف أمريكي مش أي صحيفة نحكيه على واشنطن بوست اللي تصدر فيها مقالات متويترة على أنه الأمريكان بيصدد التحذير أو تحذير قيسس عيد من أنه بيش يتم اتخاذ قرارات مشددة إذا لم يتم العودة إلى المسار الديمقراطي طبعا خصوم رئيس الجمهورية هوني اعتبروا أنه هذه فما خطوة يجب البناء عليها يعني يئما يتراجع رئيس الجمهورية قيسس عيد أو أنه ربما الأمريكي قد يتخذون خطوة تصعيدية ضد رئيس الجمهورية قيسس عيد طبعا هم يساعدهم شيء هذي ولكن الرئيس معناها واصل في القرارات متاعه وواصل في النهج متاعه حل المجلس الأعلى للقضاء قلت محلين سياسيين اعتبروه أنه ثاني أهم قرار وأقوى قرار وأكثر قرار عنده وقع الثاني يعني قرار الثاني بعد تجميد عمل البرلمان نظرا إلى وقعه نلقاه جمعية القضاءات الشبين تقول أنه رئيس الجمهورية ما عنده حتى سند قانوني بشيحل المجلس الأعلى للقضاء ولا عنده سلطة ولا شرعية لحل المجلس المنتخب من القضاء ودعات القضاءات أنهم يواصلوا للعمل المتاعهم بصفة عادية ويعملوا اجتماع عام يعني يحضروا فيه كل القضاء والهيكل بيش يخذوا مواقف موحدة وقرارات تكون خطوة لتصعيد التحركات وردفع القوي من القضاء على القرار هذا يمتح المجلس الأعلى للقضاء ولمازال مزروج فيه أمر رسمي من رئيس الجمهورية قيس سعيد وكانت فما دعاوات من ياسين العياري لأنه يعملوا إذراب وقدموا استقالة جماعية من الجمهورية لكل القضاء وقدموا استقالة جماعية احتجاجا على قرار قيس سعيد أشويشي غازي شويشي معروف بتصريحاته المنوئة للرئيس يقول سعيد أراد الركوب على قضية الشهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي لحل مجلس القضاء لأنه الرئيس أعلن فجر يوم 6 فيفري اللي تقابل ذكرى تسعة لاغتيال شهيد شكري بالعيد وقال اللي هو حتى في الخطابة بتاعه اتطرق إلى أخطاء بعض القضاءات ولا تلعبهم بقضايا الشهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي ويعتبر هذا ركوب وماطية لحل المجلس ويقول أنه الرئيس حتى مرة ما تبنى قضية الشهدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي حتى مرة ما احكي عليها حتى مرة حتى في الحملة الانتخابية ونتفكروا حتى أم زياد رزيها رجيبة كانت دونة اليوم قالت عمرنا ما سمعنا موقف الرئيس من قضايا الاغتيالات ولا هو جاوب على السؤالة ذي في الحملة الانتخابية ولكن اليوم فجأة تقول أنه تتهم بالركوب على الأحداث وعلى هذه المواعيد التاريخية المهمة يقول يعني حذر الشويشي من أنه القضاء هو مفردة غير قادر على كشف خطايا عدة ملفات وقضايا وهذاك عليش الدولة لازم تتجند لكشف الحقيقة بكل مؤسساتها مش كل شيء حمله إلى القضاء لوحده على حد تعبير